وينضم معنا من القاهرة مراسلنا أسامة عبد المقصود أسامة أهلا بك كيف يعكس استقبال الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي لولي العهد المكانة الخاصة للمملكة في مصر أهلا بك هذا الاستقبال الرسمي الحافل هنا في مصر لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان يعكس أكثر من شيء يعكس المكانة الكبيرة للمملكة لدى القيادة المصرية ولدى الشعب المصري وأيضا مكانة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحجم التعاون وتنصيق المشترك بين الجانبين كان استقبالا كبيرا ومستمر خلال أيام الزيارة يعني الآن جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الأمير محمد بن سلمان بعد الاستقبال الرسمي في المطار وسوف تكون هناك جلسة مباحثات للوفدي بعد ذلك سوف يتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى قاعة الماسة التباعة للقوات المسلحة المصرية وسوف في القاعة يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتقلات التعاون بين الجانبين وبعد ذلك سوف يكون هناك عشاء على شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واخلال هذه الفترة كلها تستمر المباحثات بين الجانبين في الملفات المشتركة العديدة التي تحملها هذه الزيارة وتحملها أيضا التعاون والتنصيق بين الجانبين الاستدادات في القاهرة وفي الأماكن الأخرى التي سوف يقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارته تم الاستدادات لها على أكمل وجه سواء من النحية الأمنية أو من النحية التنظيمية وغير ذلك من الجوانب المختلفة تم تنصيق لها بين الجانبين على أكبر مستوى نعم أسامة ما هو جدول زيارة ولي العهد التي تستغرق ثلاثة أيام في مصر هذا الجدول حافل بالعديد من اللقاءات والزيارات كان المتحدث الرسمي اسم الرئاسة الجمهورية قد أشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان سوف يكون بزيارة العديد من الأماكن التي تشهد مشروعات تنموية في مصر وأماكن أيضا أخرى مختلفة في الغد سوف يتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة الإسماعيلية وسوف يتفقد هناك عدد من المشروعات الأنفاق التي تقوم القوات المسلحة المصرية ببنائها عبر قناة السويس بين سيناء وبين الجانب الآخر الضفة الغربية من القناة وتعلمين أن المملكة العربية السعودية أحد أكبر الداعمين للتنمية في سيناء كان قد تم توقيع العدد من بروتقلات التعاون والاتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة لخدم حرمان الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة لدعم التنمية في السيناء سوف يشهد الأمير محمد بن سلمان عدد من المشروعات التنموية في قناة السويس وسوف يشهد أيضاً ربما زيارة على يخت المحروصة اليخت الرسمي المصري وبعد ذلك سوف يكون هناك غذاء رسمي للجانبين على شرف هذه الزيارة ثم يعود الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى إلى القاهرة حيث الجدول ما زال حافلة بعدد من اللقاءات سوف يتوجه إلى مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وهناك تعاون كبير وتعاون وصيق ممتد عبر السنوات بين الأزهر الشريف هنا في مصر وبين المملكة وبين المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية بعد ذلك سوف يتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى الكاتدرائية المصرية سوف يلتقي بابا الكنيسة المركوسية المصرية وهذه أول زيارة له إلى الكاتدرائية سوف تكون هناك زيارة أيضا إلى دار الأبرة المصرية هذا في اليوم الثاني بعد ذلك سوف يتوجه في مساء هذا اليوم الثاني غدا إلى بيت السفير السعودي بالقاهرة وبالقطع سوف يكون هناك اللقاء خلال هذه الزيارة يعني الجدول حافل بالعديد من اللقاءات مع شخصيات مختلفة من المجتمع المصري وطائرات مختلفة سواء شخصيات سياسية أو شخصيات اقتصادية نعم مراسلنا من القاهرة وسام عبد المقصود شكرا جزيلا لك